مرحبا يا زيقائي انا دلوبان من مقالات رنويس رجعت لكم فيديو جديد موضوع الطابعات والمحابر يا زيقائي معروف ان الطابعات الاتش بي يعني كسعر الطابعة والاحبار تكون سعر الطابعة الرخيص لكن المشكلة فيها هي محابر الطابعة الاتش بي ومثل ما شايفين هالنوعية يعني بس بتخلص انت لازم تشتري تشتري جديد بس في عنا الشغلة فيك ترجع تعبي المحابر بنفسك باقل تكلفة واسهل طريقة كل ما عليك انك تحتاج لحبر طبعا هدول فيه العلب الكبيرة يجي مع كل لون كل لون لونين يعني عندك بيجيك 8 علب حقهم حوالي 8-9 يورو بس شو بيكافيك لمدة طويلة طبعا على سبب نساء رح ناخد الاسود كل ما عليك انه تقوم برفع هاي الغطة او هاي اللاصقة يا صديقي متل ما تلاحظون هون فيه ثقب فيه ثقب محطوط مثل دائرة انت بتعمل هونيك صغير نقوم بمليها بعض النقاط يعني على قدر الامكان نعطيها ثلاثة اربع نقاط مو اكتر مشان الحبر الزيادة ما ينكب جوه الطابعة شايفين وبالدواقت لا تنزل يعني على قدر على اقل من مهلك خلي اخذ تنفيذ مشان ياخذ الحبر مشان الحبر ما يطلع ينكب ببرا طبعا انت بعد ما عملته هيك عبيته تقوم بتنظيف هذه الجهة ترجع تقوم بوضع اللاصغة محلة للصغة مرة ثانية ما شايفين تقوم بتنظيفها جيدة يا اصدقاء اذا كان الطابعة صار لك فترة ما طبعت اي شيء منها او عليها بالاخص هذول الطابعات الحبر بيتجمد الحبر او بينشف الحبر هون بينشف الحبر انت وكل ما عليك تقوم باي مادة سبيرتو او مادة فيها ومادة معقم مطهر اي شيء بس تحط نقطة بشان شو تنظف هاي بس احطيت علي النقطة او شيء اربعة خمسة ثواني هيك بس بتفتح الثقوب اللي هون بعدين تقوم بشلبي محرمة شغلة ثانية انت ما بتحرك بالمحرمة لانه فيه هون ثقوب عبارة عن مسامات اذا تسكرت ما بقت انفتح بس بتعطي عليها فوق خلي المحرمة تسحب الحبر شايفين بلش تطلع الحبر ليه كتطلع الحبر يعني ارجع اشتغل لانه هي عبارة عن مسامات صغيرة ما تبين منيح بالعين فبقى بس تطلع الحبر بس المحرمة صار اسود يعني صار عليها حبر معت خلص اشتغلت فهيك يعني هدولي حقا لما اعتقد الوحدة حسب الحبر اللي انت بتجيبه يعني بين الخمسة عشر وخمسة وعشرين وثمانية وعشرين يورو هيك فما انت بثمانية يورو بتجيب هدولي الاروان الاربعة وهي خمسمائة مليم الكل علبة يعني بتطول معك فترة كتير وتوقفير كمان وهي طبعات الحبر انت كل مرة كل شهر تقريبا بدك تطبع صفحة صفحتين مشان المحابر هون هدولي الحبر عليهم ما ينشاف لانه بس ينشاف اذا النشاف كمان فيك مثل ما قلنا تجيب اي مادة كحولية او مطهر معاقم بس تحط عليها النقطة خلي هيك هاي المادة تقوم بزالة المادة او تدوب الحبر المتراكم على الخرطوشة فهي باقل تكلفة واسهل طريقة اشتركوا في القناة